من بيروت موفدت الحدث كريستيان بيسري المزيد من عندك حول الاجتماعات الرسمية اللبنانية مع جهات جنبية عدة لمسألة تشغيل مطار بيروت وحمايته من الاستهداف الإسرائيلي إلى ما تحدث به وزير النقل اللبناني في سعيه لبقاء هذه المرافق الحيوية مفتوحة أمام الجمهور نعم مبروك بالفعل الحكومة تسعى جاهدة إلى تحييد مطار رفيق الحريري الدولي عن إمكانية استهدافه مباشرة من قبل إسرائيل التي ركزت قصفها في الأيام الماضية على محيطه وعلى طرقات المؤدية إليه وبالتالي تصاعدت الخشية من إمكانية استهدافه مباشرة ما يؤدي إلى إيقاف حركة الطيران فيه بعد أن كانت استهدفت أيضا طريق المصنع المنفذ البري باتجاه سوريا وبالتالي يكون هناك خشية فعلا من عزل وتطويق لبنان وبهذا تحقيق العدم استهداف مطار رفيق الحريري الدولي مباشرة قامت الحكومة بلقاءات عدة لسيما مع قيادة الجيش من أجل توصيع صلاحياته لكي يقوم بالتطقيق وإعطاء الأذنات للطائرات التي ستهبط إلى المطار بما أن الجيش لديه قبول عند المجتمع الدولي ويمكن أن يعطي ضمانات بأن المطار فقط تسير فيه رحلات مدنية ويحيد تماما عن كل الصراع الدائر وبالتالي توافقت الحكومة مع قيادة الجيش على أن يكون له الدور الأكبر في المطار أن يكون له صلاحيات إضافية عن تلك التي كانت لديه سابقا من أجل تحييد المطار عن إمكانية استهدافه من قبل إسرائيل طبعا طريق المصنع أيضا كان هناك اتصالات للحكومة من أجل أن يصار إلى إعادة فتحه بعد أن استهدفته إسرائيل في الأيام الماضية وأصبح خارج عن الخدمة باستثناء طبعا بأن بعض النازحين يخرجون مشيا على الأقدام ولكن مساعي هذه الحكومة لم تكن مسمرة ولم تستطع أن تنتزع إمكانية فتح هذا المعبر المري طيب فيما يتعلق بمطار رفيق الحريري ببيروت هل هناك أي عمليات تغييرات في عمليات التشغيل مسألة أصلا وجود شركات لنقل من يريد المغادرة العمليات المناولة على الأرض مع كل هذه التطورات كل شيء حتى اللحظة لا يزال على حاله مبروك حتى أن الدول التي تريد أن تجلي مواطنيها لا تزال تقوم بعمليات الإجلاء عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي البلايات المتحدة أيضا أعلنت هذا اليوم بأنه لا تزال تعتقد بأن المطار آمن وبالتالي عمليات الإجلاء ستكون عبر هذا المطار مثلا تركيا اختارت أن يتم إجلاء مواطنيها عبر مرفأ بيروت المنفذ البحري وبالتالي كان هناك خطط من الكثير من الدول من أستراليا والبرازيل وغيرها أن يقوموا بإجلاء مواطنيهم عبر المنفذ البحري عن طريق وضع طائرات في قبرص من أجل إجلاء المواطنين ولكن حتى الآن تبقى هذا خطط باء يعني لم يصار إلى تفعيلها وعمليات الإجلاء تكون أساسا عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي وبالتالي يمكن القول بأن الأمور لا تزال على حالها حتى نحن من هذا الموقع الذي يطل على الضاحية ويطل على المطار كنا نرصد في الأيام الماضية وحتى هذه الليلة حركة جدا طبيعية لطائرات شركة طيران الشرق الأوسط التي لا تزال تسير كما منذ بدء التصعيد حوالي 30 رحلة بما أن كل الشركات الأخرى امتنعت عن تسير أي رحلات من المطار وبالتالي وضع المطار كنا نرصد هبوط للطائرات وإقلاع بالرغم من الغارات وبالرغم ببعض الأحيان خصوصا في الأيام الماضية عندما كانت الغارات ليلا عنيفة جدا وكثيفة جدا كنا نرى ألسنة النيران تتصاعد وأعمدة الدخان تتصاعد والطائرات بنفس الوقت تهبط وبالتالي حتى الآن يمكن القول بأن الحركة طبيعية لم نرى أي تغيير بحركة الطيران المدني باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي وكل مساعي الإجلاء التي تقودها الدول لرعاياها لا تزال عبر هذا المنفذ كريستيان بيسري موفدة الحدث من بيروت شكرا لك على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر